مرحبا اليوم بديعمل انا وياكن طريقة تحضير شوكولت كايك عنا كوب تحين نخلطن اكيد خمس بيضات ثلاث اربع الكوب سكر نس كوب كاكاو ملعتين صغار ببيكن باودر مع رشة ملح صغيري ربع ملع صغيري ملاح وكمان بدي استعمل ملع صغيري فانيلا نس كوب ماي ونس كوب زات نباتي هيدا الكوب اللي عيارت فيه المقادير كلها لن بلش الطريقة مع بعض بسم الله اول شي بحط البيض ملع صغيري فانيلا كمان السكر بخفئ من عصرها عالية ملع صغيري مطهينة من الخفئ بحط البيكن باودر والملاح الزات النباتي كمان الماء ملع صغيري بحط البيكن باودر واليكاكاو كمان الماء كمان الماء كمان الماء كمان الماء كمان الماء موسيقى انتهينا من الخلط هلا بحط الخلطة بقلب القلب اكيدي دهنته زبدي بسم الله احمي الفرن عدرجة حرارة 180 من الاعلى والاسفل هلا بحط الكيك بالفرن هدا الكيك بعد ما طلع من الفرن هلا بتركه عجنب لا يبرده بحرارة الغرفة عملت قلبين كيك نفس الحجم بعد ما بردوا وشلتوا من القلب هلا بحط نصدقو بقطر و عندي هيده الكريمة رح اعملكون لينك على الفيديو عملتها قبل المرة بس عشان حجم الكيك كبير عملت المقادير دوبل لنكفت طريقة مع بعض بسم الله بنقص الكيك نفس المستوى بهذه الشكل اضع نقطة كريمة عورقة الزبدة عشان الكيك يثبت كمان بحط قطر بسقل عجينة قطر بحط شوي كريمة كمان بحط بهذه الملعة عشان الكريمة كانت بالبرات شد شوي هادي افضل كمان بحط طبقة هادي الطبقة الثالثة بحاول سرعلكم بالفيديو بهذا الشكل بحط قطر كمان بحط اخر طبقة كمان اخر طبقة بسقيها بالقطر هلا بحط الكريمة بالكيس الخاص ننزين مع بعض رح نزين بطريقة سهلة جدا بهذا الشكل شكل ورود كمان بحط كمان من الاعلى بهذا الشكل ورود هيدا الكيك بعد ما زيناه هلا لنشوف كيف طلع من الداخل بسم الله هتنا حاول اتقذم فيني اتصرعلكم بالفيديو عشان ماتملو هيدا الشكل النهائي هيدا الشكل النهائي هدا الكيك اللي عملتو انا ويا كنت اتمنى يلا بيحضر الفيديو بعد تعليق اذا عجبتو طريقة ام لا وان شاء الله بشوفكم الفيديو جاي باي باي